اشتركوا في القناة جوانب حوض السفينة التي كانت مملوئة بالديزل ومموهة بمخزن داخلي يحتوي على عدد من الأسلحة والصواريخ وكذلك أركان السفينة كمخازن للذخائر والمتفجرات وقد تم تمويهها بعناية فائقة حتى لا يتم اكتشافها وعبر الرئيس الجمهورية عن أسفه لهذا التصرفات المارقة وغير القانونية وطالب المجتمع الدولي والإقليمي بالعمل على رفع يد إيران عن اليمن وترك البلاد وشأنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بعد ذلك زار الأخ الرئيس رئيس الجمهورية ميناء الحاويات حيث شاهد عملية الرفع والمناولة من قبل الرفعات العملاقة كما شاهد سفينة تجارية كبرى كان على متنها 5600 حاوية ثنائية واستمع من الأخ المهندس محمد عبد الواسع مدير الميناء الذي كان في استقباله واستمع الأخ الرئيس من الأخ المهندس محمد عبد الواسع مدير الميناء الذي كان في استقباله ومعه مدير أمن الميناء العقيد عثمان عربة وعدد من المهندسين إلى شرح حول طبيعة نشاطات الميناء التجارية والحركة المستمرة على مدار الساعة وقد أشهد الأخ الرئيس بسير العمل والنشاطات التي يقوم به الميناء في خدمة العمل التجاري والاستثماري وأحث على تسهيل المعاملات والإجراءات لجميع المتعاملين مع الميناء وبصورة دقيقة وسريعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة